تفصيلاً مقترح تفعيل دستور الاستقلال وإعادة الملكية في ليبيا يأخذ اليوم منحة أكثر جدية فالإحباطات المتوالية في التوافق على مسار دستوري موحد في ليبيا وتعثر إجراء الانتخابات إلى جانب الانقسام السياسي والمؤسساتي الحاد يعيد اليوم الحديث حول تفعيل الملكية في ليبيا المنتهية منذ 53 عاماً نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أكد على توجه الرئاسي الليبي لتفكيك المركزية التي أرهقت العاصمة طرابلوس وأسهمت في حالة الانسداد السياسي متحدث هنا عن ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل عام 69 للحد من النزاعات على السلطة الكوني أيضاً اجتمع بنخبة من حكماء وأعيان من نشطاء المجتمع المدني بطرابلوس للحديث عن العودة للعمل بنظام المحافظات السابق الذي يستند إلى آليات جهوية قادرة على تحقيق العدالة للإسهام بتوزيع موارد الدولة وبسط الأمن والاستقرار معتبراً أن اللامركزية هي الحل لإنهاء حالة الانسداد السياسي تحدث أيضاً هنا عن إشكاليات تفرد سلطة مركزية واحدة في طرابلوس بتصريف الأعمال المالية والعسكرية والسياسية هذه الدعوات تكررت كثيراً حيث كان آخرها طلب تقدم به رؤساء وممثلون لستة عشر حزباً ليبياً لرئيس البرلمان عقيل صالح باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة ويعتزم البرلمان بحسب إعلان نواب ليبيين حاقة جلسة عامة تتضمن مناقشة إمكانية العودة إلى الفيدرالية وتتألف طبعاً ليبيا تاريخياً من ثلاثة أقاليم فزان الذي يضم مدن الجنوب وبرقة الذي يضم الشرق الليبي والطرابلوس الكبرى رغم هذه المطالب إلا أن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران تقول أن دعوات المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن العودة للفيدرالية هدفها خلط الأوراق وتعطيل إنهاء المراحل الانتقالية وليس البحث عن الحقوق أشارت أيضاً هنا إلى أن دستور الاستقلال انتهى عام 1951